بغداد وخلاص طيب خلاص الحمد لله والسلام على رسول الله طبعا أنا سعيد جدا من أننا آجي بغداد لمكتب الإغاثة الإسلامية في بغداد بعد أخذ زيارة في 2003 2003 كان حدث مؤلم ونحن عارفين إلا حصل في 2003 إن شاء الله يستقر الأمن والأمان في البلد وترجع العراق إلى ما كانت عليه من قبل آمين لأننا العراق لما جيت هنا في 96 كنت خجول إنه أنا في مدينة الثورة بنعمل المشروع الأضاحي إن أنا وزع معونات على العراقيين يعني كنت أعتبرها إنها جريمة من 21 سنة إن أمثالي يوزعوا على أمثالكم معونا لأن العراق بالنسبة لعالم كله يعني من أرقى الدول وأغناها وأكثرها علما وتعلما وثقافة ففي الوقت ده فعلا كنت تعبان جدا نفسيا كنا عايشين في حي الثورة وروحنا المدينة طبية هناك ونفذنا مشروع الأضاحي هناك في أحد المساجد وقدت العيد 96 97 عيدت هنا في بغداد وبعدين لفيت بقى اللي وقت ما وصلت البصرة وبعدين وصلت الموصل وكاركوك وبعدين في شباب بقى وصلوا لحدود سوريا راوة وهيت وعانة وحديثة إلى آخر الإغاثة اللي أنتو ما شفتهاش في بريطانيا بدأت أسهل مما تتخيلون أسهل قل لي كده كلمة سهلة تطلع من بقك أي حاجة خفيفة خفيفة ها تبرعات تبرعات تطلعي كلمة كده تكون خفيفة ها حلوة ها ها ولا حلم ولا حاجة احنا لقينا في مجاعة في شرق السودان وأنا كنت في كلية تطب بعمل الدكتوراه بتاعتي قلني زميل فلسطيني عراقي يعني هو فلسطيني بس كم متجنس بالجنسية العراقية وحاليا في الأردن فقلنا نعمل حاجة عملنا حاجة رحت أنا السودان دعوني على مؤتمر أو اللقاء للجمعية الطبية الإسلامية وبعد الشباب مش بقولك هي بسيطة جدا 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 قول جدا 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 بسيطة جدا لما رحنا هناك بعض الشباب السودانيين دونا أوراق كده يقولوا أو صور صوري ده هنا في مجاعة وفي مسلمين وكذا ومسيحيين إلى آخر فقلنا نعمل حاجة قلنا ايه لما أكتب لما أكتب ولا أسماء تخينة ولا ميزانية ولا استراتيجية ولا تليفون ولا كمبيوتر ولا أي حاجة فخدت السور ووقفت في مصر ترانزيت كان كام ده في ديسمبر تلاتة وثمانين ديسمبر تلاتة وثمانين أنا بكلمك دلوقتي بعد دورة الثلاثة وثلاثين سنة معدت واخد بالك وكان فقعدت مع أهلي ولمت قرشين كده واللي داني خمسين جنيه واللي داني ميت جنيه داني ميت ألف وخمسمائة جنيه واشتاقى وطفل صغير عنده تسعة سنين داني عشرين قرش داني كام عشرين قرش وحطت كده قلقالة على القرش قرش واخد باقي بس جيت أماع أحسان وحنا قاعدين في برمنجام اللي هو الأخ الفلسطيني العراقي ده وقلتوله نعمل حاجة فتح نحسب في البنك بس ومشينا بقى من شارع لشارع ومن حارة لحارة ومن دكان لدكان ومن آآ مسجد لمسجد ومن مؤتمر لمؤتمر ونجمع تبرعات في الكياس البلاستي على الشنطة بتاعة الخضار دي كنت أنا بشيلها كنت أنا بايه بشيلها عميلي ست حركات كنت أنا بشيلها كده وانا ماشي في الشارع مكنش عندنا مكت ولا عندنا اسم ولا عندنا أي شيء إلا اشترينا صندوق حطنا على الحيطة واشتري واحد عراقي برضا من شيفلد من عالتك كاتب واحد هو يمكن هو موصلي كده البيض كده من موصلي مش كده من الشمال وبردك من ناحية سوريا فاشتري صندوقين ثلاثة كل يوم ثبت نروح نفتح الصندوق ونطلع خمسين جنيه أو مية جنيه إلى آخر خلاص تلاح فيني حاسم هكذا بدأت بس في قصة تانية عايزة أقولها لكم عشان تقولوها لولادكم قبل حددت النوم أنا كنت لسه متجوز عقبال عندكم وكانت مراتي طيب أنا حتجوز تاني وكانت مراتي ربنا يكرمها كانت جاية من مصر في سبتمبر 83 وأنا جات للسفرية دي للسودان في ديسمبر 83 ما كانش معاي فلوس كنت لسه طبيب صغير كده أنا طبيب أصلا فانزلت للمركز الإسلامي في لندن اللي هو في ريجينت بارك ده قلت للشيخ أنا معايش طب من تذكرت الطيارة يا الشيخ حامد قال لي خلاص فتح الدرج وطلع إيه طلع كوبشة بسمونتوا بالعراقية كوبشة فلوس قالت فضل ها؟ لفة لفة ها؟ رزمة بس حتة دي هي العراقية دي اللي قلت مش عارف هي بس هي صح كبشة فالمهم خدت تلتمية جنيه اشتريت التذكرة ونزلت الخرطوم أدور على المؤتمر دوال لقد فالمهم لقيتهم الجميل في الموضوع ده إن صاحب التلتمية جنيه ده لا أحد يعرفه إلى يومنا هذا إلا الله والملائكة اللي كانوا حواليه اللي هو بدون التلتمية جنيه ده ما كنتش أنا سفرت السودان وحد قال لي أخ السوداني هناك قال لي لا ده فيه كذا وكذا 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 وبعدين عشرين قرش بتاع الطفل المصر يعني شوفي شخصية مش معروفة بأن شخص سوداني كدك حب تصور وبعدين طفل زغير قدك عشرين قرش حدوتة دي تنفع مش كده هنلحنها بعد كده هكذا بدأت كانش عندنا أي شيء كناش تابعين لأي حد عشان كده نمت الإغاثة في وسط أحضان المملكة البريطانية بالرغم من أنها نسيج مختلف عن النسيج البريطاني لأنهم أرجع الفضل بعض الله سبحانه وتعالى لإخلاص العاملين والمتبرعين وفي نفس الوقت ليه اللي هو الحكومة اللي سمحت بنمو العمل الإنساني في بلدها فبدأنا المسيرة ومشينا بقى من التطوع ثلاثة أربعة وتمانين لغاية تسعة وتمانين لغاية ما جات اللي هو الحرب بتاعة البوسنة في واحدة تسعين واثنين وتسعين بعد جه الحرب العراق الأولى في واحدة تسعين وبعدين جات بعد كده كل الحروب كنا احنا متصدين لها فضل الله سبحانه وتعالى فاللي أنا عايز أقوله ان البداية كان بسيطة 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 كانش صعبة وذا بيخلينا نفكر ان أعظم مشكلة معقدة حلها أبسط مما تتخيل إذا صدقت النوايا أعظم مشكلة معقدة حلها أسهل مما تتخيل إذا صدقت النوايا أما إذا كانت النوايا غير صادقة فمهما كانت المشكلة بسيطة فلن تحل واني كنتم شايفين اللي حصل حوالينا في كل حتة في العالم كان عالم عربي ولا عالم غير عربي فإذا صدقت النوايا جاء التوفيق من الله سبحانه وتعالى أو لن تستطيعي أو لن تستطيع أن تستوعب التوفيق مش هتقدر تستوعبه الكتير يا ربي إيه ده كل ده جاي مش هتقدر تستوعبه مش هتستوعب الخير برعطة ربنا لو النية آآ آآ كانت صالح دي البداية البسيطة جدا 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 إلا لو كان عندكم بعض الأسئلة ببعض الأشياء أنا أهل مش استغفظ أنا أهل أنا جاهز للإجابة عليها بس أنا ساعدتي هنا إننا آآ ربنا أكرمني إن أنا أجي أمشي على أرض مش فقط أرض طهرة على أرض صنع عظم تاريخها رجال ونساء لم يكررهم العالم الإسلامي منذ مئات السنين أو حتى منذ ألاف السنين فالأمر هنا لا تقمتهم من رحمة الله ولا نيأس أبدا ولن يستوي إلا لإيه الشيء الحق والعدل من عند الله سبحانه وتعالى فده اللي حسنا نقول عليه وكل الأعمال الإرهابية اللي بتحصل دي إن شاء الله هتكون هي في قاعة في فنجان قهوة ولا في فنجان شاي هنقعد نحكيها لأولادنا أحفادنا فيما بعد وحنرجع نعيد كتابة التاريخ مرة أخرى لأن إحنا شعب مش سهل إحنا شعب أصله حضارة وقعدته النهضة وسماه هو ورد الله سبحانه وتعالى فده اللي أنا بتكلم عليه فمن حبي للعلاق يعني جيت مرة تانية وحاجة مرة ثالثة وحاجة مرة ربعة وحاجة مرة خمسة لا لازم مرأة تاخدني مرأة تاخدني وإيه 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 تسمى إيه بإيه تتبناني منا ياتيم بقى أبو يا أمي مات ما حتتتبناني هي حتتتجوزني حتديها العصمة حتسميها عصمة خليوا لك كم ده على الهوى هتودين أفداه يا أنت فلو أنت عين سأله السئلة معينة أنا جاهز بالنسبة لك يعني يعني يا سؤال إنه المكتب الرئيسي كان في بريطانيا بداية هو طبعا لكل شيء في تأسيس الإغاثة حكمة ربانية أنا كنت بدرس الطب في برمنجهام برمنجهام تاني أكبر مدينة في بريطانيا وقد يكون حكمة ربنا في هذا الأمر إن لندن أنا ما كنتش حستوعب لندن حركة والعواصم والحاجات دي كلها والقيادات الإسلامية اللي بتوديكش مال شوية وتوديكش يمين شوية وتطلعك فوق وتنزلك تحت فمن حكمة ربنا علينا إن البيزرة بتاعة الإغاثة ربطت فين في بريطانيا إلى أن أصبحت عالمية وده يعني لأن أنا كنت بدرس بس في كل طب جامعة برمنجهام مش لأكتر ولا أقل من كبير زي أنا المكتب اللي بعد ينفتح بأي بلد آه صليتي على النبي أما شيل بس الميكروفون أجيبه نحياتك أنا لما كنت باركة بالطيارة كنت بأحلم عبد الحليم بيقول إيه بأحلم بيك يا حبيبي أنا ياللي مليت أيامي هنا الله تب نغني بقى مع بعض هي شدية بقى بس أنا عايز سامي يا جمال اللي اللي عجبتك اللي مجبلك تحكمة دي يمكن أحمر الأكسط معتا مصري يكونيش قوي بيتفرج على أرودانا كلاسيك ها المهم فكت بركب الطيارة. كان فيه خريطة العالم كده في المجلة زمان. كنت بعلم على كل العواصم اللي احنا عايزين نفتح فيها مكاتب. وانا لك اللي عندي ميزانية ولا مكتب ولا تسجيل ولا عمال. زي مرة كنا قاعدين في المكتب مكاتب. فبقول لأخت من الاخوات زيكم كده بسم الله ما شاء الله. انت قاعدة ورا اللي ما كنت كويسة. قلت لها في واحد حافي ولبس جلبيه مقطعة. وعايش في اوضة ما فياش شبابيك ولا بان ولا حمام. بقعد بيبص لفوق كده بيقول انا عايز اعمل حاجة للعالم وانقزه. قلت لها يبقى اسمه يبقى ايه رائك فيه ده? قلت لي ده يا رجل مجنون. فطبعا كل اللي في الاوضة قاعدوا يتحكوا. يتحكوا يتبسلت بقى البنت. قلت لها اللي قلت لها المجنون ده هو اللي واقف قدامك. ففي الفترة دي في التمانينات. ما احنا ما عنداش اي شيء انت عليك تبصي للحلم بتاعك اللي انت عايز اتحقققيه ولو ما كانش عندك اي قدرة على تحقيق. بس احلامي. وبعلمة احلامي تشتغلي. فاغلب المدن اللي انا كنت بحط عليها العلامة دي الدائرة. ربنا جعلنا نفتح فيها المكاتب. من امريكا. رب الولايات بتاعتها كلها. من كندا. فرنسا. بلجيكا. هولندا. اه. حتى دول وسط اسيا. ششان. اه. كازاخستان. اه. روسيا. اوكرانيا. بلغاريا. كل بناء اكرمنا. في الحاجات دي كلها. فلذلك اما ترجعي. ما فيش حياة لنا من غير حلم. ما فيش حياة لنا من غير دور. فلذلك عليك انك تحلامي بس تحاولي ان شاء الله تعملي شيء بسيط لتحقيق حلمك ده. عكده احنا بدأنا. بتقولي بقى الحوادد دي. الاطفال عندكم في البيت. عشان هم اوعي تخليهم ما يحلموش. حذاري. حذاري. تخلي ابنك ما يحلمش. ويحكي لك حلم. حذاري. انا بصباعي هو. شايف الصباعي ده? حذاري او بنتك. ان تقولهم ما تحلموش وما تحققوش تحلم ايه? حتى الحالي مش مهم يتحق. مش مهم يتحق. بس مهمو ان يحلم. سمعه. سمعه? اه اه. نعم. وده السؤال الاول. فضلوا. يعني. يعني شان الخطوة الثانية اللي صارت وتقلت لا سجلت ولا اكو ميزانية ولا اكو اي شيء. لا ما احنا اه شوفي كان كان الهدف من الوقت ده ان انا نركز على الهدف. فكن احنا زي ما قلت لحضرتك ان الهدف بتاعنا فقط ايصال المساعدات للمحتاجين. ما كناش ما خلطين الاوراق. ابدا. فكان ده شغلنا. فكنا بنمشي زي ما قلت حضرتك انا. انا واحسان في مدن مختلفة في اماكن مختلفة ببريطانيا علشان نعرف بالعمل ده. الامر الجميل اللي موجود لساعدنا كتير جدا في العمل ده طلبة في الجامعة. ده الجامعيات الاسلامية. دول كان هما يعتبروا الروح بتاعة الاغذة. كان عندي طلبة من سن السنوية العامة ولا سنة وتانية سنوي. مستوعين. الى الجامعة والدكتوراه. ودول اللي كانوا ايه? الجامعيات الاسلامية. اللي كانوا بيساعدونا في الموضوع ده. فطرى ما انت ركزت على الهدف بتاعك وما خرجتش كده وقعدت كل شوقت شتت نفسك. هتحول البذرة اللي انت حطتها في في الارض دي. ليه? آآ بنسميها غابات او موائل الى اخري الى اخري. بس انت ركزي على ايه? على البذرة نفسها. على الهدف نفسه. ده مش التاريخ ده دي المقدمة. دي 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 الصفحة اللي ايه? دي صفحة الكتاب. التسمية جت كنا في سنة خمسة وتمانين آآ يوسف اسلام انتم عارفينه طبعا كات ستيفن آآ وانا وآآ بعض الناس التانيين كنا عادي في كده في برمنجام في اسلام جلنا وكان رجب متحمس الى اخري فهو اعطانا الاسم. قال بنا كنا احنا نسمي لها اللجنة مساعدة اللاجئين المسلمين في افريقيا. يا الحساب اول حساب بتفتح بيه كده. نعم. فهو اللي هي ما تسموها اسلامي كليف. نعم. فقلنا جزاكم الله خير. سمناها اسلامي كليف. آآ الشعار تصمموا واحد شاب متطوع تركي. حتى انا ما شفتوش. وهو مرداش ياخد فلوس. التى الشعار ده. آآ وما شفناهوش. فربنا بيؤجره على شعار هو عمله. ما عارفش هنحبقى الشعار دلوقتي في كل ما اعرف 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 في اماكن كتيرة جدا آآ آآ في العالم. ايسف اسلام. لو كاد ستيفن. والشاب التركي ده. آآ بعد كدير ما حصل هجوم على الاسلام وعلى المؤسسة الاسلامية. احنا رفضنا قطعا في التسعينات الى اليوم نغير الاسم بالذات. كنا عايزين نعمل ايه? كنا عايزين نخلي العالم يحترم مؤسسة اسلامية عندها مهنية في مجالات مختلفة. وحصل بفضل الله سبحانه طبعا. فدي التسمية بتاعت الاسم. شون طرل الاغاثة الاسلامية الاغاثة الاسلامية لابد تتحول الى مؤسسة راسخة. بمعنى او هي او غيرها. بمعنى انها تملك المؤسسة للمجتمع. المؤسسة يا شباب. اه? في حاجة اسمها جمعية. حاجة اسمها مبادرة. في حاجة اسمها مؤسسة اللي هي انستيتيوشن. فكلمة انستيتيوشن مش فونديشن. معناها انها بتفتح ابوابها العامة المجتمع فيصبوا فيها خياراته من ابناءه وبناته. وهي تخدم هذا المجتمع. زي كل المؤسسات اللي بقالها مائة سنة ومتنسى. الاظهر كان مؤسسة عريقة. هنا مكان مستقل. ومازال. والجامعات الاخرى كارفورد واوكسفورد. وكيمبريج. حاجة دي. دي مؤسسات. ان اصبحت لها زخم مجتمعي قوي. واصبحت هي ملك المجتمع يدافع عنها. فتخيالي مثلا ما حد يجي حاجة من الجامعات العريقة دي كلها. كل المجتمع بيقف. عشان يدافع عن مثل هذه المؤسسات. فلابد الاغاسة الاسمية تبقى مؤسسة. يمتلكها المجتمع. ما يمتلك هاش فصيل. او مجموعة معينة. او خلف. وده بالنسبة لكل المؤسسات. مش بس بنتكلم عنها. لان المجتمع المدني في العالم العرب والاسلامي مش مبارح. مش النهاردة. مش من عشر سنين. ده بقاله مئات السنين. الاوقاف اللي عندكم هنا في العراق. التكايا اللي عندنا. احنا شفنا احد التكايا النهاردة لما داخل لنا فيها. واكذا. ده حاجات كلها ده مجتمع مدني. فلا بدنا نقوي المجتمع المدني. مؤسسة لابد تكتب تاريخها. يعني انتو هنا هو. تكلفوا الاغاثة تكلف واحد فيكو يكتب التاريخ. من ستة وتسعين الى يومنا هذا. لما زال الناس احياء. ان كل مكان نشأت فيه الاغاثة لابد ان تكتب تاريخها. تاريخ الكتب هنا. اول زيارة هنا وتاني زيارة وتالت زيارة واللي جي من ها? ارشيف. ارشفقة. واللي جي وقعدنا وساعة الحرب عملنا ايه? اللي هي الحرب بتاع بتاع اتنين وتسعين وراحة تسعين. ما ساعة الحرب التانية بتاع الفين واتنين. اه اه. الفين واتنين. اه. اه. الفين وتلاتة يعني. اوك. دي عشناها احنا. عشناها والناس اللي السجنوا هنا فبغريب. مصطفى وعبدالالله وخالد خليفة. اه. وهكذا. فاللي ما عندوش تاريخ يكتبو. مش عارف يكمل. مش عارف ايه اوك حاودي لولادك. والاحفادك. والناس بتاعب بعد كده تعمل الخطوة اللي جاية بعد كده. من غير التاريخ ما فيش. وما ينفعش التاريخ يكون في 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 جوف او في جوف شخص واحد بس. المؤسس مثلا او انت او انا. لا ما ينفعش. كل واحد فيكو شاف حتة من التاريخ وعمل حتة من التاريخ. انتو حتى لو جلتو اشتغلتو هنا سنة وسنتين وتلاتة عملتو جزء من تاريخ الاغاثة في العراق. من حقوق انكم تكتبوه وتشاركو فيه. دي العقلية اللي احنا عايزنا نتكلم عنها ان كل ما نشارك في صناعة تاريخ واحداث المؤسسة يكتبها. انا مبرح واحد كلمني في التليفون اه اسمي كده من هيمان ابيل. انتعرفين هيمان ابيل. فبيقول لي يعني الشباب ويخوش في عمل الانسان ازاي بتاع ده. فحمسني. فقعدت في الطيارة تلات ساعات من تركيا لآآ لا من سوريا من برمنجهام لا باسطنبول. اكتب الورقة دي. تسع صفحات وشي وضع. يعني اتلعوا بتاع سبعة تمن صفحات. عشان الحتة دي. واحد تاني اداني بعض لاسئلة اكتبها. انا جاي في الطيارة عندك بس يسا ما خلصتش. فلازم حدك لازم لازم نتعود نكتب زي ما كان ابأنا واجددنا بيكتبوا وبيزفروا بالالف ميل والالفين ميل وتلات تلاف ميل عشان يجمعوا حديث. ولا معرفة ولا يتحققوا من اي شي. صح? سؤال. اناي. هو. كلامة هذا ادى بالي على سؤال ثاني. اه. هو بهاي. بالنسبة الانستيوت يعني او هسق الاغاثة حالي. يعني هاكو هاي المسلمين يشتغلون بيها. اه من زمان. اذا معنات يعني انه من سور الانستيوت صليت عن. صليت عن النبي. انا حبيب قلبي في اول التسعينات. كان مدير اللي هو الاي تي. مسيحي. اه اول التسعينات. اول من اه اه استجاب. اللي هو الزلزال اللي حصل في ايران في واحد تسعين. كان اغاثة اسلامية حتى قبل حسينيات ومساجد الشيعة في البريطانيا. واحد تسعين. وانا اتحدى اي واحد. ربالك واحد تسعين مش الفين وثلاثة. ربالك كنن احنا في الاول. وده فخر لينا ان احنا لم نضع اي فارق اه حزبي او اه مزهبي او طائفي. ربالك اه انا كان الاثنين في الفين واثنين. الاثنين كانوا اضراعات اليمين في قسم الادفوكاسي اللي هو المناصرة. اه واحد اسمه عديل. باكستاني اه شيعي. والتاني اسم اسماعيل التهامزوف لسه موجود دلوقتي. عديل مشي لكن اسماعيل التهامزوف موجود في قسم الاستراتيجية. كان هو اخذ اتنين ماجستير اسماعيل ده بسم الله ما شاء الله يعني مخ اه انا مفيش مخ. لا ده هو ازربيجاني. ازربيجاني. اسماعيل ازربيجاني بتكلم انجليزي وتركي وازاري مش عارف حاجة تانية كمان مش عارف وروسيا او حاجة يعني. حاجة كده من اللي تفرح يعني. فعندنا بنات اه مسيحيات وعندنا سيخ وعندنا ايه تاني اقولك. وكل بقى الاطياف ال 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 اه. كل كل اطياف الاخرى موجود. اه? ده انا عندنا. اه? اه? اه لا احنا عندنا انا قابلت صح قابلت ريمون لما كنت انا موجود هنا في اه عيد اللي هو اه القيامة بتاع اه في ابريل. اه. فده من زمان يعني بتتكلم عن اه بتتكلم عن خمسة وعشرين سنة. اه بقى لك. فده فده موجود عندنا. بقى كل اتجاهات الدينية موجودة الصوفي والسلفي والبطيخي كل حاجة ادي كلها موجودين. بطيخ والشمام واله? اه? هو يعني سؤالك عن مسلم مسيحة نوا. اه نعم. موجود موجود. عندنا الاخ السيخي وعنده بنبس البتاعه. اه. شاف السور طيب. وده فالهيمون رسورسز. شفت بقى? في اه. طيب اه انا بعد اربع وعشرين سنة في الاغاسة او بعد عشرين سنة في الاغاسة. بدأت افكر اعمل حاجات تانية. شو بعد اعمل حواديد كده واحلم. فكان فيه تلات مبادرات. الاولى اللي هي نعمل مؤتمر عن مرض الايدز. وكيف ان المسلمين يخشوا علشان يواجهوا ويكافحوا مرض الايد من وجهة نظر اسلامية. والتانية ان احنا بعد ال 11 ستمبر ان احنا نعمل كبري او بريج بين المؤسسات الدولية الاسلامية وغير الاسلامية. والتالتة كانت اننا نعمل مظلة للمؤسسات الخيرية الاسلامية. مرض الايدز عملنا مؤتمر كبير في جنوب افريقيا في 2007. وبعدين اه حولنا الجمعية والاسف المسلمين ما استمروش يعني ساعدوها خمس ست سنين ووقفت افناها. اه الهيماتين يا فورم اللي عايش نعمل الكبري ده ما بين الشرق والغرب ما زال الى الان شغالة. وبتحاول تصارع نقص الدعم اللي ما بيجلهاش. والتالت اسمها مسلم شايز فورم المطالد الخير الاسلامي. وده في سبعتاشر جمعية خيرية اسلامية في بريطانيا. والربعة اللي هي حاجة اسمها زكات هاوس. زكات هاوس زي البيت زي كده. بنقر فيه بالكرسي. بالترابيزة وبالعنوان. الجامعيات الصدارة اللي في لندر. فلما الحاجات دي بلا تطلع قلت انا مش حاضر الحققة. الحاجات دي في الاغاثة اخرج حققها برا. وبقالي عشر سنين بحاول مع المبادرات الجيدة دي كلها عشان تنجح. وما زالت يعني الحمد لله. عشان كده ده الهدف يعني ان شاء الله. الامر لكم. طيب بفضلكم.